يعني مشغلة بملفات كثيرة ومنهمك بعمل عدة ملفات لكن نحن دائما نقول ونركز على أن التوطين الحقيقي يبدأ من الأعلى ونزولا وليس العكس طيب أعطني رأيك أنت كواحد مختص في الموارد البشرية وقاعد تقول أنت تنظر من زاوية مختلفة غير زاوية الوزارة وش الزاوية المختلفة بالنسبة لها؟ الزاوية المختلفة أن هناك طرق أسهل وأسرع يعني دائما التوطين من الأعلى إلى الأسفل أنت توطين نوعي عندما توطن القيادات أنت لا توطن وظيفة قيادية فقط كل وظيفة قيادية مرتبطة فيها لا يقل عن أربع وظائف نحن لما نتكلم عن 56 ألف وافد يشغلون وظيفة مدير أو مديرة أعمال ونربط هذا العدد بأربع وظائف نتكلم عن المدير وأربع موظفين فحنا في الحقيقة وطننا 280 ألف وظيفة لأن التوطين النوعي أو التوطين القيادي أنا أعتبره مثل التوطين العنقودي أنت تبدأ تنتشر أسرع وبالتالي تسهل العمل على وزارة المواد البشرية بدل ما أنه يتم التركيز على وظائف متدنية وقيمتها منخفضة مع احترامنا لأهميتها ولكن هناك وظائف يرغب فيها السعودي في مقابل أن هناك وظائف ممكن أن تترك للأجنبي اللي يصير أنه الوظائف اللي تترك للأجنبي نشجع السعودي عليها والوظائف اللي يفترض أنه نحفز السعودي عليها محتكرة أو فيه حواجز تمنع السعودي من دخول